أضم لنا من الخرطوم مراسل ألغى طارق بابكر أهلا يا طارق أولا أي متابعة أي متابعة طارق لشأن السوداني يجد كل يوم تقريبا هناك تظاهرة ما الجديد هذه المرة حجم التظاهرات من الذي يشارك فيها ومن الذي دعا إليها طارق محمد هذه التظاهرات لم تهدى منذ الخامس العشرين من أكتوبر الماضي أي قرابة السبعة أشهر لم يتوقف الشارع عن التظاهر وعن هذا التصعيد المطالب بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين هذه التظاهرات تنع لها تنسيقيات اللجان هنا في ولاية الخرطوم وأيضا بعدد أو بولايات السودان المختلفة التي تتزامن مع هذا الحراك هنا في ولاية الخرطوم هذه التظاهرات التي خرجت اليوم في مدن الخرطوم الثلاث جلها توجه إلى منطقة الخرطوم القديمة حيث شهدت مظاهرات أول أمس وهي لم تكن مرصودة من ضمن الجدول التصعيد هذه التظاهرات بحسب تنسيقيات اللجان وأيضا مركزية الأطباء أنها قوبلت بعنف مفرط تسبب في مقتل متظاهر بمنطقة أمدرمان القديمة وتحديدا فيما يعرف جغرافيا بمحطة الأزهري هذه التنسيقيات دعت إلى ضرورة وحدة الثورة وإلى ضرورة الوقوف صفا واحدا تجاه هذا المشهد السياسي الذي ينويه هؤلاء المتظاهرون منذ فترة مطالبين بحكومة مدنية خالصة هذه التظاهرات اتسعت رقعتها في ولاية الخرطوم وأيضا تزامنت معها عدد من مدن السودان المختلفة في هذه الأثناء طب التعامل الأمن يا طارق هل بقي على حاله؟ قبضة الأمن يا طارق هل ما زرت على شراتها مع المتظاهرين؟ نعم في منطقة أمدرمان وتحديدا المنطقة التي تشهد زخما في هذه الأثناء هذه المنطقة التي شهدت سقوط قتيل في صفوف المتظاهرين تتعامل القوات الأمنية بحسب مصادر بالغاز المسيل للدموع في حالات كر وفر ما بين المتظاهرين وما بين القوات الأمنية إلا أن الآلية الثلاثية وأيضا تنسيقيات اللجان وأيضا مركزية الأطباء قالت بأن هذه التظاهرات التي نشأت أول الأمس قد شهدت عنفا مفرطا ولذلك الآلية الثلاثية دعت السلطات إلى ضرورة إنهاء حالة العنف وإلى إطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين وإلى ضرورة إنهاء حالة الطواري وإلى ضرورة إجراء تحقيقات موثوقة تكررت تلك الدعوات الطريق لكن لا نعلم إذا ما كانت تقدمت حتى لو خطوة واحدة إلى الأمام ألا برهان هل علق على هذه التظاهرات هذه المرأة أو حتى المجلس سيادية طارق نعم حتى الآن لا تعليق رسمي على هذه التظاهرات وما صاحبها من عنف إذا كانت هناك جلسة فهي جلسة تكون لمجلس الأمن والدفاع لمثل هذه الحالات حالات العنف التي تنشأ في التظاهرات ولكن حتى الآن ليس هناك يعني بيان رسمي أو ليس هناك ما يشيء بحجم هذا التظاهر وبالعنف الذي صاحبت به صاحب هذه المظاهرات إنما فقط تنسيقيات اللجان وأيضا مركزية الأطباء هي التي تقول إن هناك عنف مفرطا تقابل به هذه المظاهرات التي خلفت قتيل وعشرات الجرحة لكن رسميا حتى الآن لم يصدر بيان بخصوص هذا العنف الذي صاحب هذه التظاهرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر